النهاردة هنكمل كلام برضو عن الديستيليشن وعن الثلاث اجزاء بتقوم الصورة دي اتكلمنا عنها المرة فتل وقلنا هيبقى مين لي الفيديو دي عنها الصورة دي بتعبر عن الفيت بتاعنا وهو جاي وبيحصل له هيتينج قلت ان بيحصل هيتينج في هيتكس اتشينجر نيتورك وبعدها بيدخل على فاير هيتر صح كده بعد كده لما الفيت بيدخل بيقسم لي البرج الى ثلاث اجزاء الطوب اللي هو الريكتيفاينج الحتة اللي بيدخل فيها الفيت اللي هي الفلاش زون الجزء الثالث عندنا اللي هو الستريبنج اللي بيكون في الايه في البطن بتاعنا خالص تمام المميز في الريكتيفاينج ان انت عندك فوق كندنسر ممكن ما يبقاش موجود بس معظم الابرق بيكون فيها من فوق كندنسر والستريبنج بيكون فيها من تحت ريبويلر والفلاش زون هي دي الحتة اللي بيدخل فيها الفيت دي عشان نمي نجي ندور ونقسم كده نفسنا نعرف كل حاجة فين طيب لو جينا بصينا هنا بقى بالراحم احنا داخل عندنا الكروت ايل فيد هنا ده الفيت بتاعنا داخل قلت ان هو اول حاجة بيعملها ان هو بيدخل على هيت اكستشينجر نيتورك فدي عندك ادي هيت اكستشينجر الاولاني تمام ادي ده التاني ده التالت الرابع ادي الخامس ادي السادس احنا الخام بتاعنا اتسخن في ستة هيت الخامس السادس اوه يبقى عندنا ستة هيت اكستشينجر عشان كده بنسميها لان هي فيها اكتر من هيت اكستشينجر الفيت بتاعنا بيمشي جوه تيوب طبعا احنا نرجع بال الكورس بتاع الهيت اكستشينجر عشان نعرف الفرق ما بين الشل والتيوب بس احنا عندنا الفيت بتاعنا بيمشي فين بيمشي في التيوب والشل اللي بيمشي فيها بيمشي في البرودكت بتاع بتاع الهي بتاع الديستيليشن كلهم اللي انا قلت قبل كده ان هو بيكون سخت وانا عايز ابرده فباجي بعمل هيت اكستشينج مع الفيت فكده الفيت بتابيس خان درجة حرارته بتزيت جوه التيوب فهلقاه ماشي جوه التيوب ادل الهيدكس التشينجر الاولاني الثاني التالت الرابع الخامس سادس في الاولاني تباتل حرارة مع الهيفي نفتة بعدين كيروسين وبعدين ديزل بعدين هنا الجزء ده لا الجزء ده بتاع بامب بس برضو ستيل البامب الراون ده سخن الفيت بتاعنا ادل الفيت بتاعنا هو اللي لسه ماشي هنا وهنا اتموسفيريك ريزيتو بتاعنا وراح للباكيام دستيليشن. تمام? وبعدين فضل يسخن يسخن وقام دخل اهو. يبقى هو وصل لحد هنا بعد الايه? بعدين بعد كده دخل على ده الرمز ده اللي هو بتاعنا. او بتاعنا. تمام كده? فضل ماشي جوه وسخن ماشي. سخن لحد ايه? عادة لو احنا عندنا الفيت بتاعنا برافين. برافينيك او نافينيك. بنسخن درجة حرارة يعني الرنج ده يعني ايه? مش حاجة اكيدة وهتلاقاه في كل مرة. بنسخن لدرجة حرارة من ستمائة وخمسين الى ستمائة وسبعين درجة في هرنهايت. طيب. درجة التسكين دي بتعملي جزء تبخير جزء من الفيت. فبيبقى الفيتة عندي بدل ما هو كان ليكويد. بعد عملية الهيتنج دي بيتحول لفيبر جزء منه بيتحاول لفيبر وجزء منه بيتحاول لليكويد. اول ما بيدخل للفلاش زون اللي هي اللي عندي هنا دي. طبعا دي على الصينية الرابعة. الارقام اللي تحت دي. الارقام اللي موجودة عندنا من واحد الاثنين وتلاتين دي. دي عدد الصوان اللي موجودة عندنا. وده رقم حبيع جدا. بيكون تلاتة وتلاتين وتلاتين خمسة وتلاتين دسق فينا مسلا. في ارقام اكتر من كده لسه الطبيع ان احنا بنرج في التلاتينات عدد الصواني في الديستيليشن كل. لما دخلنا دخلنا هنا في الفلاش زون بيقولك انها ما بين الصينية الرابعة اي احنا كده دخلنا على الصينية الرابعة. تمام كده? فهنا بقت فلاش زون اسمته لي الجزء ايه? الجزء اللي فوق اسمه وجزء اللي تحت اسمه ايه? اللي ده اللي هو بيحصل فيه اللي اشاور عليه بالوقت ده. ده جاي من علشان يعمل للفيه اللي داخل عندي او اللي عندي علشان لو فيه اي حاجة خفيفة تيجي طالع فوق. تمام? طيب كل الصواني اللي فوق دي اللي هو من خمسة وطالع ده 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 اللي هو بيبقى فوق الفلاش زون. بنسحب منه بقى كلها. عايز اوضح ان فيه امونيا مضافة هنا علشان بيكون فيه اتش تو اس فبنعمل تريتمينت. الامونيا بيز والاتش تو اس اسد فبنعمل لعملية تريتمينت. وبنعمل كروجين انهيبتر عشان نمنع حدوث اي نوع من انواع التاكل. تمام كده? طيب الكونينج ووتر علشان احنا عندنا اللي فوق ده عبارة عن ايه? عبارة عن كوندنسر. كوندنسر بيتكسف لي الاوورهيد او اللايت نافتة او الطوب برودكت بتاعنا. تمام كده? الساور ووتر دي هي الميا اللي قلنا قبل كده جاية من اللي ستين بتاعنا. اتكسفت هنا. تمام? لان البرودكت اللي طالع من الطوب بيدخل على درام هنا ده في الاسمه درام. الدرام ده بيفصلي البرودكت وبيعمل بامب ات البامب اللي عندي هنا دي كده البامب دي هدفها انها ترجع لي ايه? بيبقى اسمه تمام كده عملية في الطوب اسمها تمام? بترجع عندي بايه? ببامب. وباخد من هنا من فوق كده الطوب برودكت بتاعي. طيب. بعد كده ببتدي اخد سايد ستريمز عندي عندي كم سايد ستريمز هدي هيفي نافتة هدي كروسين عندي دي طيب اللي تحت ده اتموسفيرك ده اسمه البوتون. ده البوتون برودكت تمام كده? طيب هيخد دلوقتي سايد ستريمز بتاعتي. لو جيت بصينا بقى هنا كده. ادي واحد اتنين تلاتي انا عندي تلاتة سايد ستريم. لما هاخده واعمل له هنا هدفها ان لو في حاجة خفيفة اطلعها. لو في حاجة هربونا مع وهي اخفي من فهي ترجع في ايه? ترجع في مكانها. طيب. لو اقلت درجة الحرارة والدليل على كده انها بتحصل مع الفيل اللي انا قريدي عايزة ايه? اسخنه. نجيب صورة اه نضيفة شوية عشان البومب اراوند مهم. ده البومب اراوند. واحدة اهي. وفيه بومب اراوند تاني اهم. البومب اراوند ده قلنا البومب اراوند. بيساوي الريفلاكس بتاع التوب. ان انت بتاخد الحاجة وتعمل لها تبريد. في الريفلاكس في حالة الريفلاكس انت بتستخدم الكوندينسر. الكوندينسر ده بيستخدم كولدهوتر. كولدهوتر وبيجي يبرد هو والمية ايه? تسقط. طيب البومب اراوند. البومب اراوند بيتم عن طريق هيتكساتشينجر. هيتكساتشينجر بيسخن بيزود بتاع الفيد اللي داخل اللي هو الكروت بايل بتاعنا. ودرجة الحرارة بتاعت الكيروسين. مسلا لو بصينا على رقم واحد هنا ودي رقم اتنين هنا فانت عندك مسلا ديزل وعندك كروتين. واحد هيزود درجة الحرارة بتاعت الفيد ويقلل درجة الحرارة مسلا بتاعت الكروتين او درجة الحرارة بتاعت الايه? الديزل. تمام كده? طيب يبقى احسن احنا كده عندنا البومب اراوند بتاعها والحاتة دي كده ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ده سايد ستريبر تمام ودي الديستيليشن كولوم بتاعنا طيب درجة الحرارة فوق بتبع عبارة عن ايه احنا بيبقى عندنا فوق عايز يكسب فاحنا كده عايزين نعمل فبالتالي خلينا نكتب هنا بقى في صفحة جديدة احنا درجة الحرارة بتاعة التوب بتساوي درجة الحرارة اللي هي بنسميها اللي هي الدرجة اللي هيبتدي يكون عندها يتحاول الفيبر اللي هي لليكود اللي انت من مصلحتك ان انت تكسف بتاعك ده وتطلعه في صورة ايه يبقى درجة الحرارة هتبقى هنا كام درجة الحرارة فوق هتبقى درجة الحرارة اللي هيكسف عندها طيب احنا درجة الحرارة تحت عشان بنعمل عملية بيتساوي تقريبا عادة من شاء بندخل عند عرارة ممكن ستمائة درجة ايه ستمائة درجة في هرنايت طيب من الحاجات المهمة ان الوفر هيد كوندنسر اللي بيكون موجود عندنا فوق ده مهم ان احنا نعرف الديوتيب بتاعه يعني هنحتاج مية قد ايه الديوتيب نحسب منه كمية المية عن طريق اللي احنا بنعمل ايه انطلبي بالانس على اللي هي نوع من انواع الانيرجي كالكوليشن بالانس على التوب بتاع الطاور يعني بناخد جزء كده منه ونعمل عليه البالانس بتاعنا تمام كده؟ طيب عملية الفلاشنج اللي بتحصل هنا في الفلاش زون ات الفلاش زون الفلاشنج بيكون قد ايه يعني هحول قد ايه؟ من الليكود لفيبر تمام كده؟ لان الفيت كله بيكون او بيكون في منه جزء فيبر هحول منه فيبر وليكود بنعمل من خمسين الى ستين في المية يعني هنحول لبخار هيبقى الفيت داخل هنا كده من خمسين لستين في المية من نقي مخار فييجي يدخل الفلاش زون في الاتموسفيريك ديستيليشن طاور وبعدين عندنا اللي هو جزء اللي هو ليكود هيجي نازل لتحت فالستريبنج ده عادة بيكون عبارة عن اربع صواني تمام؟ لو زاد قوي بيبقى ستة صواني طيب وبعدين بيعمل بيعمل بيحصل هنا بالسوبر هيد ستيم ده موجودة عربانة عندي من البوزء اللي فوق وعادة الستيم ده مهم ان احنا نكون عارفين الحرارة بتكون تقريبا ستمائة درجة فهر الهر ده بالنسبة للتلات اجزاء المهمين في البرج المرة الجاية هنبتلين نتكلم عن الريفلكس بتاعنا بتفاصيل ايه؟ بتفاصيل اكتر شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر